السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع شركة فيكترا للاستشارات ورشة عمل حول تخفيض التكاليف باستخدام بطاقة الإداء المتوازن بغية تعريف شركات القطاع الخاص بالمفهوم الجديد في الإدارة باستخدام بطاقات الإداء المتوازن وقد شارك في الورشة عدد من المدراء ومسؤولية التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية وتقديم الأداء والمبادرات إلى جانب رواد الأعمال من كل الجنسين ومن مختلف التخصصات وقد تطرقت الورشة إلى مناقشة مؤشرات الأداء المالية وغير المالية وتحديد علاقة بطاقة الإداء المتوازن بالمشاريع الإدارية إضافة إلى التوفيق بين الأهداف قصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة وكيفية إعداد خطط الفحص أو خفض التكاليف في ضوء المتغيرات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بأزمة النفط والهبوط الحاد في أسعاره وقاة قياس الأداء المتوازن هي عبارة عن أداء لعمل تخطيط استراتيجي وتتميز بقوتها عن الأدوات الأخرى في مجال التخطيط الاستراتيجي أنها أداء متوازنة من اسمها بالنس أو متوازنة بحيث أنه فعلا أستطيع أن أراقب أداء المؤسسة التبعي وأقيم أداء المؤسسة بشكل متوازن بحيث لا يطغى الأداء المالي على الجوانب الأخرى في المؤسسة ترجمة نانسي قنقر